ماذا أقول ألف ألف قصيدة عصماء قبل سطرت أقلامه مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أصوار مجدك فدنوا لما يبين هذا المقطع الشعري لصاحبه نزار قباني حجم وجمالية مكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل شعراء وأدباء أمته لكن عند غير المسلمين أيضا حتى وإن حدث الاختلاف حول صحة نبوته واعتناق عقيدته فكبار المفكرين الغرب لم يتخلف عن الإشادة بسيرته فوضع مايكل هارت في كتابه الخالدون المئة وضع محمدا بن عبد الله بتسميته المجرد من صفة النبوة على رأس القائمة قائلا ربما هذا التصنيف أدهش كثيرا من القراء ولكن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي استطاع أن ينجح على المستويين الديني والدنيوي وأصبح أحد الزعماء السياسيين العظام ففي هذه الأيام وبعد مرور 13 قرنا على وفاته فإن تأثيره لا يزال قويا وعارما وقال المهات مغاندي أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته وقال ويليام ديورانت إذا أردنا أن نحكم على العظمة بما كان للعظيم من تأثير في الناس لقلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به حرارة الجو وجدب الصحراء في دياجير الهمجية وقال القس بوسورت سميث في كتابه محمد والمحمدية لقد كان محمد من غير جيوش جرارة من غير حارس شخصي من غير قصر أو قلعة ومن غير إرادات مادية ثابثة من أحد فلو حق لأي رجل أن يقول إنه يحكم بحق إلهي فهو محمد فقد امتلك محمد القوة والسلطة من غير أسلحة أو دعم من أحد وفي الأدب الفرنسي كتب فيكتوريغو قصيدة شعرية نشرت سنة 1858 عبر فيها عن إعجابه بشخصية سيدنا محمد ذكر فيها بعضا من صفاته كالتواضع والعدل والحكمة والتسامح رغم أنه أوذيا وكان ضحية الكراهية وقال فيها حاكم إذا احتكم إليه رجلان فإنه بهيبته يترك المدان معترفا والمتضرر مطمئنة يصغي بصمت ولا يتكلم إلا آخر المتكلمين لا يجري على لسانه دائما غير ذكر الله هو غيض من فيد فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند من لم يؤمن به نبيا ورسولا فما حققه في المجال الديني والسياسي والاقتصادي عجز إنسون على تحقيقه من بعضه حتى بعد 14 قرن